السلام عليكم ورحمة الله أهلا ورحمة بكم مشاهدي قناة البروف ليرنينج في الفيديو دوت هشرح درس تساوي عددين مركبين وإزاي نقدر نوجد قيمة الرموز المجهولة عند مساواة عددين مركبين فيلا بينا لكن في البداية تعالى عرفك إيه هو العدد المركب العدد المركب هو العدد اللي بنقدر نكتبه في صورة ألف زائد بي تي والألف والبي دول أعداد حقيقية والبي لا تساوي السفر ودايما العدد المركب بيكون متكون من جزئين جزء حقيقي وجزء تخيلي يعني في العدد المركب اللي قدامنا دوت هتكون الألف هي اللي بتمثل الجزء الحقيقي ويقل بي هي اللي بتمثل الجزء التخيلي ومن أمثلة العدد المركب العدد 2 زائد 3 تي أو 5 ناقص 7 تي أو 2 تي أو حتى كمان سالب 4 تي فكل عدد من الأعداد دول بيسمى بالعدد المركب وفي المثال 2 تي أو سالب 4 تي بيكون الجزء الحقيقي في العدد المركب هو السفر ودلوقتي تعالى نشوف قاعدة مساواة عددين مركبين القاعدة بتقول يتساوي العددين المركبين إذا تحقق الشرطين دول أول شرط تساوي الجزءان الحقيقيين والشرط الثاني تساوي الجزءان التخيليين فمثلا إذا كان العدد المركب ألف زائد بي تي بيساوي العدد المركب خمسة زائد أربعة تي فده معناه أن الأجزاء الحقية هتساوي بعضها يعني الألف هتساوي الخمسة ومش بس كده الأجزاء التخيليا هي كمان هتساوي بعضها يعني البي هتساوي الأربعة وبعد ما شفنا القاعدة اللي بنساوي بيها عددين مركبيين تعالي نشوف شوية أمثلة وخلوها نبتدي بالمثال الأول اللي بيقول إذا كان اتنين سين زائد خمسة صاد مقص واحد مضروبة في تي بتساوي تمانية زائد أربعة تاشر تي فأوجد قيمتي سين وساط عشان نقدر نحل السؤال زي دوت هنبدأ بإنها نساوي الأجزاء الحقية ببعضها يعني هنساوي اتنين سين بي تمانية زي كده ونبدأ نحل المعادلة دي عن طريق اسم الطرفية المعادلة على اتنين فهتكون قيمة سين بتساوي أربعة ودلوقتي هنساوي الأجزاء التخيلية مع بعضها يعني هنساوي خمسة صاد نقص واحد بأربعة تاشر زي كده وبعدين نحل المعادلة دي عن طريق انها نودي العدد سالب واحد الطرف الآخر بعكس الإشارة فهينتج ان خمسة صاد بتساوي أربعة تاشر زائد واحد يعني معنى كده خمسة صاد هتساوي خمستاشر وباسم الطرفين معادلة على خمسة زي كده فهنجد ان قيمة صاد بتساوي تلاتة ولو لسه ما خهمتش كويس تعال نشوف مسألة كمان المثال التاني بيقول اذا كان تلاتة سين زائد اتنين زائد أربعة صاد تي بتساوي خمسة ناقص اتناشر تي وبمطلوب انها نودي قيمتي سين وصاد بنفس الاسلوب من المثال اللي فات هنبدأ بانها نساوي الاجزاء الحقية في العددين المركبين مع بعض يعني هنساوي تلاتة سين زائد اتنين بيخمسة زي كده وبحل المعادلة دي عن طريق انها نودي العدد اتنين الطرف الاخر بعكس الاشارة فهينتج ان تلاتة سين بتساوي خمسة ناقص اتنين يعني معنى كده ان التلاتة سين هتساوي تلاتة وباسم الطرفين معادلة على تلاتة زي كده هنلاقي ان قيمة سين بتساوي واحد زائد تخيولية في العددين المركبين مع بعض يعني هنساوي اربعة سات بي سالب اتناشر زي كده وباسم الطرفين معادلة على اربعة زي كده هنجد ان قيمة سات بتساوي سالب ثلاث ودلوقتي تعالى نشوف مثال كمان المثال الثالث بيقول اذا كان خمسة سين ناقص اتنين سات بتساوي خمستاشر ومطلوب انها نوجد كلمتي سين وصات في المسألة دي اكيد هتلاحظ ان الجزء التخيلي في العدد المركب التاني مش موجود وبالتالي ده معناه ان الجزء التخيلي في العدد دوت هيساوي سفر ولكن كعادتنا هنبدأ باني هنساوي الاجزاء الحقية مع بعض يعني هنساوي خمسة سين بخمستاشر زي كده وبحل المعادلة دي عن طريق اسم الطرفين معادلة على خمسة فهنلاقي ان قيمة سين بتساوي ثلاثة وعشان نوجد كيمة صاد هنساوي الاجزاء التخيلي ببعضها وزي ما اتفقنا هنساوي الجزء التخيلي في العدد الاول بسفر يعني هنساوي سالب اتنين صاد بسفر وباسم الطرفين معادلة على سالب اتنين هنجد ان قيمة صاد بتساوي صاد ودلوقتي يلا بينا نشوف مثال كمان المثال الرابع بيقول اذا كان اربعة سين زائد ستة صاد بتساوي سالب اربعة وعشرين ت ومطلوب برضو انها نوجة قيمتين سين وصاد هنا برضو هنلاحظ ان الجزء الحقيقي في العدد المركب التاني مش موجود وده معناه ان الجزء الحقيقي في العدد دوت هيساوي سفر عشان كده هنساوي اربعة سين بسفر زي كده وباسم الطرفين معادلة على اربعة هنجد ان قيمة سين بتساوي سفر وبعدين هنساوي الاجزاء التخيلي ببعضها يعني هنساوي ستة سات بسالب اربعة وعشرين زي كده وبحل المعادلة عن طريق قسم الطرفين على ستة فيكون قيمة سات بتساوي سالب اربعة ودلوقتي تعالى نشوف اخر مثال معنا المثال الاخير بيقول اذا كان اتنين سين نقص سات زائد سين نقص اتنين سات مضروبة في ت بيساوي خمسة زائد ومطلوب ايجاد قيمة سين وقيمة سات كالعادة هنبدأ بمساواة الاجزاء الحقية ببعضها وكمان الاجزاء التخيلية مع بعضها فهنساوي اتنين سين نقص سات بخمسة زي كده ودي تبقى معادلة الاولى وكمان هنساوي سين نقص اتنين سات بواحد زي كده ودي تبقى معادلة التانية وعشان نحل المعادلتين دول مع بعض هندرق المعادلة الاولى في اتنين فهينتج اربعة سين نقص اتنين سات بتساوي عشرة وبعدين نكتب المعادلة التانية اسفلها زي كده بالزبط وبطرح معاملات المعادلتين دول من بعض هنحصل على تلاتة سين بتساوي تسعة ومنها هتكون قيمة سين بتساوي تلاتة وعشان نوجد قيمة سات هنعوض عن قيمة سين في اي معادلة من المعادلتين دول فنجد ان قيمة سات بتساوي واحد وبطرح نكون عرفنا ازاي بنقدر نوجد قيمة نموز مجهولة عند مساواة اي عددين مركبين في النهاية تماني يكون الشرح كان واضح وبسيط ولو في اي اسئلة كتب هالف تعليقات اشوف مع الرخير مع السلامة